السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي حياكم الله أول شيء في القائمة إن شاء الله هو الحليب الحليب اللي الناس كثير بتشربوا يعني مش بس وهم صغار وإحنا صغار لا بنظل نشربه حتى عمر متأخر وشرح طويل عن الحليب في فيديو الحليب هذا طبعا الناس اللي دمها زي العسل ممنوع ما تقربهوش لأنه مليان سكر فيه سكر كثير يعني فما نقربه ما بلزمنا وغير مسموح ولا لا اللي بديو يخفف وزنه غير مسموح وطبعا هذا الخالي الدسم هذا ممنوع من عم باتن ليه مية وسكر هذا ما في فائدة منه نهائيا وما بنستفيدش من الفيتامينات اللي هو ألف وإي وكي اللي موجودة فيه لأنه لما نشير الدهون هاي ما بمتصحاش الجسم فاللي بده يشرب ولا بد ويعني بده يشرب حليب يشرب مئة ميلي لتر ما يزيد عن هيك طول النهار في الاربع وعشرين ساعة ليه لأنه هذه المئة ميلي لتر فيها مكعب سكر يعني خمسة غرام سكر يكفي كثير اللي بده يضيفه على القهوة مثلا لو حقيت لك خمسين ميلي لتر ما فيها أي مشكلة بس ما تكونش تشرب كل يوم خمس ست كاسات أو فرجين قهوة كبيرة كاسات كبيرة يعني وتعبيها حليب لا ما بيصير فاللي بده ياخذ الحليب يعني لو فنجانين قهوة على طول النهار أو كاستين قهوة يحط عليهم ملي لتر يوزعهم يعني فما فيها أي مشكلة إن شاء الله وطبعا زي ما قلت الحليب مذكور كامل في فيديو الحليب اللي موجود في القناة الشيء الثاني في القائمة اللي هو حليب الصوية حليب الصوية طبعا هذا مثله يعني الميت ميلي لتر مثله مثل الحليب العادي ميت ميلي لتر منه في مكعب سكر فبرضه ما بلزمناهش ليش لأنه لما بنشرب إحنا ثلاثمائة ميلي لتر هذول فيهم ثلاث مكعبات سكر يعني خمسة عشر غرام سكر فما بلزمنا وبقول ممنوع لا تشربوا ولا الناس اللي بتتخفف وزنها ما ياخذوش حليب الصوية اللي بعده العصير الطبيعي اللي بنفصل فيه المواد اللي موجودة في الفواكه عن الماء يعني بتطلع عندنا مية وسكر بس بنطرد الألياف وبنطرد كل هذا ممنوع وطبعا الفواكه الكثيرة والناس بتحبها وبقول لك أنا ما بشربش إلا عصير طبيعي بهذا الشكل اللي هو العصير المية بس هذا مية وفركتوز وبتعب الكبد واللي عنده كبد دهني بتسبب له مشاكل أكثر من السابق فممنوع للناس اللي دمها زي العسل ممنوع وللناس اللي بتتخفف وزنها أيضا ممنوع اللي بعده اللي هو العصير المصنع اللي بنشتريه بالسوبر ماركت في علب هذا وقزائز هيك هذا عبارة عن مية وصبغات وسكر وسلامتك بقول لك عصير بلتقال طبيعي ما فيش كلام فارغ هذا كله مية وسكر عشان هيك أغلى ملياردير في جنوب شرق آسيا هو صاحب مصانع السكر كان موجود في ماليزيا هون صيني هو لكن نقل كل صناعة في كل مصانعه على الصين هذا مية وسكر مش أكثر من هيك مية وسكر وصبغة ونكهات يعني فليفر يعني بيقول لك هذا نكهة برتقال هذا سوس هذا توت هذا كذا لكن هي عبارة عن مية وسكر فما بلزمنا نهائي 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 وحتى لا تنطعهوش للأطفال للناس اللي دمها زي العسل ممنوع وبرضو اللي بدو يخفف وزنه ممنوع اللي بعده على القائمة هو المشروبات الغازية بكل أشكالها وأسماءها وألوانها كله ممنوع منعا باتا وحتى مشروبات الطاقة بأشكالها وألوانها وأنواعها ممنوع ممنوع لا تقربوها مليانة سكر هذه أكثر من نصف سكر سكر مصنع ما تقربوها يعني ما بتلزمكوش نهائيا أبدا أبدا لا لأصحاب السكري ولا للي بدو يخفف وزنه ولا لعنده ضغط ولا إشي لأنه السكر هو سبب كل المشاكل السكر هو اللي بيجي بنا متلازمة الأيض اللي هي عبارة عن كل هذه الأمراض ستقولي أخواني السكر هذا عبارة عن بلاء مش أكثر من بلاء إخواني وأخواتي مهم جدا نعرف شو اللي بناكله وشو اللي بيدخل لجوفنا يعني وننتبه وندير بالنا على صحتنا لأنه معظم مشاكلنا من الأكل ستقولي نص الأكل اللي بنوكله هذا عشان يفيدنا ويغنذ جسمنا والنص الثاني للناس اللي بتأكل كثير هو عبارة عن مسبب للأمراض والمشاكل الصحية ولازم يعني ندير بالنا عشان ما يرتفع عندنا نسبة السكري شوفوا اللي فوق راسي هذا الطبيعي كيف وشوفوا اللي يجمبوا المرتفع كم فيه سكر يعني مشكلة مشكلة وما يزيد عندك دهون وكلسترول والمشاكل الأخرى وأيضا عشان ما يزيد عندك الوزن ويجيب لك مشاكل أخرى أود أن أشكر جميع أبطالنا أفراد عائلتنا متحدي وقاهري السكري اللي انضموا إلى هذه القناة أشكركم من أعماق قلبي وأشكر أيضا كل من سينضم إن شاء الله وإذا كنت بتشاهدني للمرة الأولى معكم أخوكم الدكتور علي القاسد ونحن في هذه القناة لا نقدم المعلومات فحسب ولكن نغير حياة الناس للأفضل طبعا وممكن في بعض الأحيان أنه ننقذ الأرواح فإذا كانت صحتك مهمة بالنسبة لك وكنت تعاني من أمراض العصر كالسكري أو ارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب والأعصاب أو تريد تخفيف الوزن الزائد والدهون في جسمك وتحمي نفسك وعائلتك من مضاعفاتها المرعبة وتقلل من الأدوية أو حتى تتخلص منها نصيحتي أن تشترك في هذه القناة وتشاهد أكبر عدد ممكن من الفيديوهات لسبب وجيه وهو أنه في شيء أهم من اللي راح تستفيده من أي فيديو الأهم أنه شو راح يفوتك إذا ما بتشاهد هذه القناة سوف تعلمك علم الطعام وهو ما يوجد في الأطعمة من ساعة ما تطلع من الأرض إلى أن تصل إلى فمنا ويعلمك علم التغذية ألا وهو ما الذي يحصل في جسمك بعد تناول هذا الطعام أو ما الذي يحصل إلى هذا الطعام بعد أن يدخل إلى جسمك إلى أن يصل إلى الخلية وستعلمك أيضا كيف تصبح طبيب نفسك بمعنى أن لا تزور طبيب وكلها نصائح من تجربة الشخصية ونجاحي بحمد الله مع مشاكل العصر الصحية وتخفيف وزني 27 كيلو في ثلاثة أشهر ورابط فيديوهات قصتي في صندوق الوصف والتي ستعطيك نتائج ممتازة إن شاء الله واعتمادي على الله جل وعلا وعلى مجموعة من أمهر وأصدق الأطباء والجراحين وعلماء التغذية في العالم أولهم هو الطبيب اللي دلني على هذا الطريق ألا وهو جيسون فانغ الدكتور جيسون فانغ من كندا صيني يعيش في كندا ومن أشهر كتبه The Cancer Code وDiabetes Code وأوبستي Code والدكتور جون يتكن من بريطانيا وهذا كتابه Pure White and Deadly هذا كتاب مهم يشرح حقيقة السكر والبروفيسور تيم نوكس من جنوب أفريقيا وهو معروف بتحدي النماذج الشائعة والقديمة في مجال الطب والتغذية له أكثر من 750 مقالة علمية وبحث علمي وتم الاستشهاد بكلامه في أكثر من 16 ألف بحث طبي وعلمي والبروفيسور دكتور روبرت لستيغ من أمريكا أخصائي الغدد الصماء وأستاذ طب الأطفال ومن رأيي وبرأيي الشخصي هذا الكتاب متابوليكل هو بالنسبة لي من أهم كتب الطب اللي يجب الإطلاع عليها من جميع الناس وإن شاء الله راح نعطيكم ملخصات هذه الكتب في هذه القناة وكلهم وما يقارب 1900 طبيب آخر من جميع أنحاء العالم حدفهم واحد ألا وهو تغيير ما فعل هذا الطبيب عام 1961 واللي ضيع وأهلك البشرية وتذكر أخي وأختي أننا في هذه القناة لا نعطي المعلومات فحسب ولكننا نغير حياة الناس بإذن الله وأحيانا وممكن أن نكون ننقذ الأرواح فكن واحدا مننا وشارك هذه القناة وهذا الفيديو مع كل شخص بتحبه وبهمك أمره لأنك ستؤجر على فعل الخير وهذا الخير اللي تفعله رح يرجع لك بطريقة أو بأخرى أشكركم جدا على الحضور والمشاهدة وأشكر أيضا فريق العمل بارك الله فيكم تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته